العين الإماراتي مبارح خسر من الهلال السعودي 5-4 في الإمارات والعين بيمر بظروف سيئة جداً تحديداً في بطولة دوري أبطال أسيا قبل مواجهة النادي الأهلي في الانتر كونتننتل إيه بقى اللي بيحصل في العين ما بعد مباراة الأمس إيه الحكاية إيه القصة والفريق رايح لفين يهمنا أقباله بكل تأكيد لأنه سيكون منافس الأهلي في بطولة مهمة جداً بعد أسبوع من الآن في بطولة الانتر كونتننتل تعال أقول لك بصبع اللي بيحصل في العين الإماراتي أولاً سفيان رحيمي المهاجم المغربي الكبير اعتذر للجماهير وكتب عبر حسابه الرسمي على إكس شكراً للأمة العينوية على حضوركم وتشجعكم الخرافي وأنا أعتذر عن نتيجة المباراة التي لم تكن في صالحنا قدمنا كل ما في جهدنا لكن هذا هو حال كرة القدم وأنا أتطلع لإسعادكم في المناسبات المقبلة إن شاء الله بالمناسبة وجابها تريك مبارا هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين برر استقبال العين للكسير من الأهداف بطريقة الفريق الهجومية وقال العين بيلعب بطريقة هجومية وبالتالي من الطبيع أن نترك الأهداف لأنها نلعب بهذه الطريقة طبعاً ده كلام مش المفهود يكون صحيح التقرير الصحفية في الإمارات تشير إلى أن هيرنان كريسبو قد يفقد منصبه حال الخسارة من الأهلي وقد تكون مواجهة الأهلي هي الفرصة الأخيرة للمدرب خاصة بسبب تراجع الفريق دفاعي كاكاو المحترف الأرجنتيني في صفوف العين يقضى حال الخاص لتجيزه لخوض مباراة الأهلي بعد تعرضه لشد عضلي خلال مواجهة الهلال الأخير وده ما يحدث في العين في الوقت الحالي في الوقت الحالي بنكرمنا بإذن الله الأهلي والزمالك يعملون السوبر مصري محترم بعدها الأهلي في استاد الكاهرة واستان مليان عن آخره يكسب العين الإماراتي ويسعد للدور القادم في الانتر كونتنينتل ونعيش أيام سعيدة كده في كرة القدم المصرية نعيش من غير أبع أزمات ومشاكل وحكايات وروايات وقصص والأزمات المقررة لدمها تقيل دي بنبارح شغلني أول موضوع ده هو إحنا ليه كده بحيث إن إحنا بدنا تغزى على الأزمات والمشاكل ليه كده ليه ما منستمتعش يا جماعة ليه ما منحبش الكرة والرياضة كده الوحدة ليه فهمش إنت بقى فهمش تيجي كده الوحدة يعني ترجمة نانسي قنقر